بجينا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد الحقيقة أحداث متغيرة وأحداث ساخنة ولسه بنتكلم عن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية واللي ابتدناها مبارح والنهاردة استكمالا لهذه المرحلة الحقيقة الحمد لله يعني لحد الماء التأمين كان جيد في بعض الأحداث اللي يمكن يعني ما كناش نحب إنها تحصل ولكن بتحصل ويعني عدت الحمد لله ولكن بالتفصيل هنقرأ المشهد كله النهاردة مع الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل زاكي صباح الخير يا فندم أهلا بحضرتك معنا النهاردة منور صباح الخير صيد نبيل صباح الخير صيد نبيل يعني اسمح لي أنا آسف يعني أنا شايف صباح حضرتك ملون آه لسه مش عارف أزيل الأثر يعني هنشوف الخبراء يقولون حضرتك مبارح نزلت الانتخابات في أول يوم نعم انتبعك إيه إيه اللي مرت بيه فيه جوانب سلبية وجوانب إيجابية الجوانب السلبية إنه لحظت بعض سوء التنظيم أو سوء الإدارة فبعض اللي جان اتأخر التصويت لمدة طويلة بسبب قالوا إن الأوراق ما وصلتش أوراق الكشوف يعني بتاع الناخبين وكلامنا وده عطل الناس نمرة اتنين فبعض اللي جان قالوا على القضاء ما اكتملوش فأيضا ترتب على هذا تأخير عملية التصويت ملاحظة التالتة إنه في بعض اللي جان اللي أنا شفتها معرفش الباقي لكن في ضوء مشاهداتي الخاصة لم يراعى إنه يكون فيه طابور لكبار السن فشفت ناس في التمانينات من عمرهم وقفين بالهم ساعات طويلة في طابور بيتحرك ببطء وده طبعا عملية مرهقة لأنه كان مثلا أنا شفت في الاستفتاء في مارس اللي فات في طابور في بعض اللي جان مخصص لكبار السن وزوي الاحتياجات الخاصة نعم وده شيء يعني أبسط الحقوق لم يراعى هذا فده دي جوانب سلبية أيضا عشان أضيف اللي جانب سلبية في بعض اللي جانب في الصعيد كما علم يؤسفني أقول إن في بعض المناطق زي أسيوت حصل نوع برضو من الاستقطاب الديني يعني بقت المسلمين هنا والعباط هنا ودول بيصوتوا في اتجاه ما ودول في اتجاه آخر معين ده ما يجيبش إنه يحصل نعم نيجي بقى للجانب الإيجابي وهو جانب بشرق الإقبال غير العادي على التصويت بكسافة غير مسبوقة والمشهد اللي ممكن يأثر فيك فعلا إنه تجد جميع الأعمار من سن الشباب اللي لسه يدوب حصل على حقه في التصويت حتى التمانينات من العمر نعم يعني شفت مثلا شيوخ يعني بيجروا أقدامهم عشان يروحوا يصوتوا وإصرار وعنات يعني إصرار على التصويت رغم البطء في عملية التصويت والتوابير اللي لا تتحرك إلا بعد مدة ولكن هناك نوع من التصميم نعم غير العادي على أداء واجب التصويت وده كان جانب رائع وإيجابي جدا ومؤثر في نفس الوقت حضرتك عادت قد إيه حضرتك في فترة من أول ما وصلت اللجنة لغاية ما مشيت أنا عادت حوالي ما بين أربع ساعات وخمس ساعات كان عدد كبير بقى اه كان العدد كبير وكان جايب أقول حضرتك أكتر من طبور أكتر من لجنة فرعية كان ده في المدرسة النموذجية للبنات اللي في مصر الجديدة وده بالصدفة كانت نفس اللجنة اللي بينتخب فيها حسن مبارك وقريناتو لكن شتان لأن انا عصرت الفترة اللي فاتت كنت تروح في الانتخابات تلاقي ثلاثة أربعة في اللجنة يعني وطبعا برضو يبعدوا الثلاثة أربعة عشان إجراءات الأمن بقى رئيس الجمهورية جاي وقريناتو ويدخل هو على الأوضة اللي فيها الرئيس اللجنة ويصافحه وبعدين يروح يدلي بصوته المشهد اختلف اختلاف الجزري الحمد لله يعني بقت المدرسة مركز لكل الأعمار زي برحورتكم وحماس في الإقبال على التصويت وأيضا نظام يعني فيش حد يخد مكان غير مكانه في الطبور مفيش واحد اختلف واحد بالعكس يعني نحس أن أيضا أسناء طوبير مناقشات زريفة حول طب ننتخب مين طب الفردي ده تعرفوه لأن في بعض الناس بالتحديد القوائم كانت يمكن الناس الناخبين عارفين القوائم اللي حيكتروها لكن كان فيه عدم وضوح لدى البعض بالنسبة للفردي لأنه عدد المرشحين الفرديين كبير جدا يعني ممكن تلاقي فيه مثلا دائرة انتقابية معانا مطلوب واحد فئات واحد عامل فيه أكتر من 80 مرشحة طب وده رمزويه ويسألوا فلان ده رمزويه وهكذا يعني كانت مناقشات تدور في هذا الإطار جميل أستاذ نبيل الحقيقة يمكن كان فيه حالة من التخويف عند الناس أو للناس من أنه الانتخابات وممكن تلاقوا فيه بلتجية والسنج وكل الحاجات أو كل المشاهد اللي كنا متعودين أن احنا نشوفها قبل كده ولكن كنا طول الوقت نقول أنه ما تخافوش انزلوا وصوتك مهم وصوتنا مهم وصوتنا مؤثر وكل الكلام ده رأي حضرتك ايه في حالة التأمين اللي كانت موجودة للانتخابات هل هي كانت جيدة غير جيدة يعني مش هتكله حضرتك وتشايفه ده سواء المهم وصراحك أن أنا كنت أخشى أن الناخبين بدافع الخوف يعني يقل عدد المساوطين وخاصة أن فعلا لا أحد ينكر أن الأيام والشهور اللي فاتت في انفلات أمني فأنا كانت أخشى ما أخشى أن هذا يؤثر على إقبال الناس على التصويت أو على كسافة عدد المساوطين لحسن الحظ أن هذا لم يؤثر بدليل أن الناس نزلت بهذه الأعداد الخيالية معنى ذلك أن كان في ثقة في أن عملية التأمين ستكون متوفرة رأي أن عملية التأمين كانت ناجحة وبعدين تلاحظ فيها شيء مهم في عملية التأمين أنه كان في بعض الأحيان بيبقى تأمين ذاكي يعني إيه تأمين ذاكي غير محسوس غير منظور للعين بالتأمين غير مباشرة بالضبط يعني برضو أصل التأمين المغالى فيه ممكن برضو يعمل جوه من الخوف حقيقي التوتر على الأقل لا كانوا بيقفوا بعيد شفت أنا قوات جيش وحاجات كده بعيد وامتابعين الموقف من غير ما يحسسوا اللي داخل اللجنة أن فيه جوه غير عادي أو استثنائي أو جوه يعني يشيع نوع من التوتر متهالي دا كمان إدى المسئولية لكل مصري رايح يدي صوته إنه كمان لازم تاخد بالك من نفسك ومن اللي جنبك وأفتكر إنه كمان سمعنا إنه كان فيه شباب غير منتمين لأي حركات كانوا هم بيأمنوا الحاملة الانتخابات هذا صحيح هو المشكلة هنا الشكوى هنا اللي سمعتها من أكثر من ناخب ودي بقى كان هل كان ممكن اللجنة العليا للانتخابات تتفاداها أو تحلاها يعني دي كان تعايز اكتهادات اللي هي إيه بقى؟ إن الأسرة الواحدة يعني كل واحد في مكان طبعا لأنه حسب الرقم القومي يعني فمثل الأب بيروح لجنة الإبن بيروح لجنة الزوجة بتروح لجنة ثالثة وكذا فدي الشكوى اللي سمعتها يعني لكن رغم هذا ورغم هذا إنه فيه مشكلة هنا إلا إنه كان فيه قبال على التصويت وأنا فيه رأيي إنه قرار لجنة العليا للانتخابات بأنه يبقى التصويت على هومين كان قرار إيجابي لأنه هفترض واحد راح شاف زحاب ممكن يروح تاني يوم يعني هو عنده ارتباطات بس ما قدرتش يقضي ساعة في التوابير فأنت حطتي له اختيار آخر إنه يروح تاني يوم بس السؤال اللي كان ما تروح برضو في التوابير بأنا بنلكه بأمانة أيوة كل النقاشات وكل اللي كان خاصة أيوة إنه فيه تمني فيه رغبة فيه حرص على سلامة السناضيق اللي حتباد بقى نعم بقى السناضيق حتباد يعني مش هتروح تتشبع وتروح تتفرد إنه بفيه إجراءات أمنية مشددة لحماية وحراسة الصناضيق حتى اليوم التالي